بدأت وتيرة الاستياء لدى الشارع البصري تتصاعد يوما بعد يوم في ظل تراكم النتاجات السياسية على أبناء مدينة البصرة سوء الخدمات وتراكم النفايات وانتشار الأمراض وآخرها ملوحة المياه التي لا تصلح للاستخدام البشري حاولة البصرة كل وخاصة بالخصيب الجزائر الحشار القبلة قبل الانتخابات طلع الأستاذ المحافظ أسعد العيداني زين قال بلشنا من هذا اليوم وقبل الانتخابات لحد الآن كل شيء ما يكوه والله يطيهم العافية والشعب العراقي هذا الوساخة شوفوا الوساخة شوفوا الشعب العطال بطال وهم خليه يتونسون ويرتاحون بالخضراء والحمد لله وشكر احنا خلموت جوع والموت عطش اهم شيء هم أهل الخضراء اللي جوننا من برة بعد أن كانت ملوحة المياه تقتصر على الأقضية والنواحي في جنوبي المحافظة إلا أن الوضع بدأ يتفاقم يوما بعد يوم على مدينة الشهداء التي قدمت الغالي والنفيس من أجل العراق إلا أنها منسية في كل شيء أنا مواطن من منطقة حي الزينتون الماء مالح عندنا بشكل لا ينسبح به لا يتغسل به لا يتتوضى به ولا تقدر حتى تثمض مضم بنا عندنا يعني أكثر الحالات أنا جانا نستعمل الماء الحلو نشتري ببلوس وإحنا أمورنا تعبارنا هذا اللي جاي يصير عندنا بمحافظة البصرة الماء مالح كلش كلش مالح الماء يعني لا يصير للتوضية لا أمراض يعني العيون يعني وقلنا نجيب ماء حلو ماء حلو ونخبط وياه لا نقدر نتوضى أن نأخذها يعني لا يكون صحة لا يكون مراغبة يعني هذا الماء هم نفوت يعني هم نفوت أما مضخات المياه فيقول عنها المواطنون بأنها توقفت عن العمل بسبب ارتفاع اللسان الملحي في شط العرب الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية تهدد حياة المواطن البصري الماء بالنسبة أنه صار تقريبا هاي أكثر من أسبوع عشر تأيام قاعد يجي ماء مالح نهاي يعني ما بي أي تصفية أو أي تحلية قاعد يجي مباشر من الشط للخزانات ويضخونها مباشر للمواطن تكثر بي أمراف تكثر بي الجرافين تكثر يعني شكو شغلات سلبية بالمياه اللي موجودة بالشط كلها راح تجي تجي للخزانات ومباشر تنضخ للمواطن صمت حكومي مطبق ولا علاجات حقيقية لموضوع الملوحة كثر الحديث بين أروقة السياسيين لكن الواقع ما زال نفسه قد يتسابق الكثير بعد فترة من الآن ليطرق أبواب الناس ليدعوهم لانتخابه لكن الأمر أصبح جليا واضحا بالنسبة لأبناء البصرة لدباليو تيف الفضائية من البصرة فؤاد الحلفي ترجمة نانسي قنقر